اكتشفت البعثة الأثرية تابعة للمجلس الأعلى للأثار مجموعة من الوحدات المعمرية من الطوب اللبن لثكنات عسكرية للجنود ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة تم الاكتشاف أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة أثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة كما عثرت البعثة على سيف طويل من البرونز مزين بنقوش لخرطوش الملك رمسيس الثاني بالإضافة إلى مجموعة من اللقاء الأثرية التي تلقي الضوء على الأنشطة اليومية لقاتني الحسن